موسيقى البداية من صحيفة النهار اللبنانية ونقرأ فيها داستين هوفمن متهم بالتحرش الجنسي للمرة الثانية في التفاصيل ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية أن الممثلة كاثرين روسيتر اتهمت الممثل داستين هوفمن لتعريضها لتجربة إساءة معاملة لا أخلاقية ومروعة خلال عملها معه في عمل مسرحي في برودوي عام 1984 ويأتي اتهم روسيتر بعد شهر من اتهم المؤلفة آنا جراهام هونتر لي هوفمن بارتكاب تصرف فيه إساءة سلوك جنسية إليها ومن صحيفة الاتحاد الإماراتية نطالع عصابة مخدرات تحاول بناء مطار خاص بها فككت الشرطة الإسبانية شبكة كبيرة لتهريب المخدرات في الأندلس كانت تخطط لبناء مدرج طيران لإدخال الكوكاين إلى البلاد وأشرت الشرطة إلى أن الموقفين كانوا يسعون إلى شراء الأراضي لبناء ناد جوي للمخدرات كان سيسمح لهم بإدخال الكوكاين إلى البلاد بواسطة طائرات تحط على المياه إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنوانت حديقة برلين قلق على دب صغير تترقب حديقة حيوان تيربارك في برلين بقلق رؤية ما إذا كان دب قطبي وليد سيبقى على قيد الحياة في الأيام القلائل الأولى حيث يكون احتمال نفوقه مرتفعا للغاية وقالت الحديقة إن الشقيق الدب الصغير نفق وأكلته أمه خلال الليلة ختام جولتنا القصيرة من صحيفة البيان الإماراتية واخترنا لكم نصف البشر يعتقدون بوجود حياة خارج الكوكب يعتقد ما يقرب من نصف البشر في وجود حياة خارج كوكب الأرض ويرغبون في التواصل معها وفق مسح حديث أجري في 24 بلدا وقال الباحثون إن الهدف من المسح الأخير توضيح سبب استمرار شعبية سلسلة أفلام ستار وورز بعد 40 عاما من عرض أول فيلم فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر